قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا في هذه الليلة المباركة الذين أسأل الله عز وجل أن يعمنا جميعا برحمته وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه كما وعدناكم أننا نتكلم بإذن الله تعالى عن فقه الممسوحات وهي الخف والعمامة والخمار والجبيرة ولا شك أن التفقر في الدين من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يشغل وقته به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين شكرا للمسلم شكرا للمسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ولا سيما ما هو واجب ولا يتم الواجب للا به فهذه الأمور وهي هذه الممسوحات يتم بها الطهارة ولا يقبل الله عز وجل طهارة أي طهارة مسح إلا بأن يكون المسح صحيحا فيترتب على ذلك عدم صحة الصلاة وما كان من الأمور التي تترتب على الطهارة كالطواف وغيرها من الأمور المترتبة على هذا الأمر وهو الطهارة فلذلك كان العلم بهذا الأمر من المؤكدات والواجبات ولا ينبغي لمسلم أن يغفل عن مثل هذا العلم فلذلك نصف 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 المترجم للقناة وفبه الممسوحات مبني على تيسير الشريعة ويسرها وأن المشاقة تجلب التيسير وإذن مما نستفيده أن الأمر تعبديه وأن هذا المسر هو تعبدا لله عز وجل بكيفية المخصوصة وطريقة المخصوصة ووقت مخصوص كل ذلك تعبدا لله ليس للرأي فيه مجال ومن أيضا من هذا الصلاة أنه هذا مهمة وروبه وذلك يوجدنا يملكون حقا مما يبغي أيضا ون يعلم أن هذه الممسوحات هي بدل عن أو هي مبدل عن بدل هي مبدل عن بدل ولها حكمه ولها حكمه وتنتقض بما ينتقض البدل يعني الأصل وهذا سيأتي تفصيل ولكن هذا مثلا المسح لو سيلا بماذا ينتقض المسح فإنه ينتقض بما ينتقض منه الوضوط ويزيد عليه بعض الأمور فهو بدل بدل ولا يجمع بين البدل والمبدل لا يجمع بين البدل والمبدل فإن الأصل في البدل أنه يأخذ حكم المبدل في جميع أموره مثل التيمم والماء فالتيمم يأخذ حكم الماء يأخذ حكم الماء تماما ومتى ينتقض ومتى ينتقض التيمم بما ينتقض الماء الوضوء فإذا مثلا انتقض وضوء ببول أو غائط فإن التيمم ينتقض لأن البدل لا حكم المبدل لأن البدل وهو التيمم له حكم المبدل وهو أموره وغائط نقاطاً في هذه المسائب ليسهول الكلام مع الترجمة لتكون الترجمة سريعة والكلام في نقاطنا وهي أهم النقاط فإن كان هناك صواب فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني والشيطان والله ورسوله منه بريئاً نبدأ بإذن الله فيما يتعلق بالخف والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ما يلبس على الرجل من الجلد ويغطي الفرض ويغطي الفرض من أنامل الرجل أصابعها إلى بداية الساق إن كان من الجلد يقال له خف وإن كان من الصوف والقطن يقال له جواب موسيقى 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 قال أنه لقد قد минимانا واحد في وقال الأغفاء قد أجرب في تغفة تغفة هي أغفاء مينة وهذا ما يصف على مستشد فتح فتحرة من إصعب بقاح أغفاء لقاح aprendة لكن هذه أغفاء أغفاء رؤس هي أغفاءه إلى المستشمد ويجوز المسح على كل شيء غطي به القدم وسيأتي معنا في الشروط ولكن سيأتي معنا استثناء بعض الأمور ولكن كل ما غطي به يعني لو كان لفافا كما كان في غزوة ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاع من شدة الحرب وهي من السنة الرابعة من الهجرة فإنهم لفوا على أقدامهم الرقاع لشدة الحرب لشدة الحرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا عليها أن يمسحوا عليها فلو أن إنسان لف على رجله خرقا لا أخذ حكم الخف والجوال فلا ينزم أن يكون مصنوعا خفا أو جوربا وأثناء مثلنا مح bipartاً وساعم شيء يستطيع أن ألافه ерж köt grated معه ويستطيع أن يكون شيء حقيبت Itu لست أكثر في صغير يمكنني أفضل سيليئ لو أعしょ الصحابة من الأسوب لفضل كامل سي justement تتعرض ويالجر وإحسنتهم ليستطيع أن أ России المسع على الخفين رخصة والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وقد أجمع العلماء على جواز المسع على الخفين ونقل هذا الإجماع النووي وابن عبد البار وغيره من العلماء سواء كان في سفر أو في حضر ولم ينكر المسع على الخفين إلا طائفتان الرافضة والخوارج ولا يعتد بخلافهم ولا قيمة لكلامهم ولا بد أن نعلم أن هذه المسألة لأهميتها ذكرت في كتب الاعتقاد وهي المسع على الخفين مع أنها مسألة فقهية قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الحضر وقال سوفيان الثوري رحمه الله تعالى يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين لا ينفعك ما كتبت لك أي من علم حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك لا ينفعك علمه حتى ترى أن المسح على الخفين أفضل من الغسل إن كنت لابسا لخفك إن كنت ترى أن الغسل أفضل فهذا مخالف لمن هجال السنة والجماعة لماذا؟ لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان لابسا فإنه ماذا؟ فإنه مسح ولما لم يكن لابسا فإنه غسل فلا يجوز لأحد أن يقول الغسل أفضل من المسح وإنما كل على حاله فمن كان لابسا فإن المس أفضل ومن كان غير لابس فإن الغسل أفضل وهكذا وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم and in this regard سفيان ثوري رحمه الله said to he said you will not be benefited by that knowledge which you took from me until you see that and you view that wiping over the socks when you're wearing them is better for you than to wash your feet so he said why why is this he said because this is the guidance of the Prophet صلى الله عليه وسلم when he was wearing the socks he preferred to wipe over them rather than take them off and to wash his feet and when he was not wearing the socks he would wash his feet so you cannot say one is better than the other it depends if you're wearing the socks it's better to wipe as long as you have the condition and if you're not wearing the socks then it's better to wash وقال أيضا من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم يعني اتهموه في دينه تعرفوا لماذا سيأتي معنا لماذا اتهموه على دينه أولا مر معنا أن هذه من من مفارقة أهل البدع وهم الخوارج والرافضة فالخوارج يرون التجديد في الدين ولذلك يشددون على أنفسهم فلا يمسحون والرافضة أصلا هم لا يرون الغسل أصلا للقدم هم يمسحون أقدامهم هم يمسحون أقدامهم ولذلك لا يغسلون هم لا يرون الغسل أصلا لأقدامهم وإنما يمسحون القدم فلا يرون أصلا الخف وهذه يعني الجوائب وإذا المسع على الخفين يقول ساهل بن عبد الله تستري قال المسع على الخفين من خصال أهل السنة من خصال أهل السنة من خصال أهل السنة ومن الأمور التي قرأتها واستجدت عندي أيضاً أن الإمام الشعري عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى يقول واليهود لا يرون المسح واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الظاهرة وهذه من مشابهات رافضة اليهود والعلماء جمعوا مشابهات كثيرة لرافضة اليهود ومنها تذكرون الفقر أنهم لا يفطرون حتى يرون النجوم لا يفطرون بغضوب الشمس مشابهة لليهود أنهم لا يفطرون حتى يأتي الظلام وتتشابك النجوم في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود خالف اليهود في الإفطار وهذه من المسال أيضا التي وافق فيها رافضة اليهود نعم فقط من باب التشجيع هناك جوائز يعني الجوائز لعلكم ترون أمامي فأريد أن تنتبه فالذي سيجيب على بعض الأسئلة في حال يعني عندما أشعر أن هناك ناس يريدون ينامون أو يعني سئموا فإني سأضع أسئلة متعلقة بالدرس فهناك أقلام طيبة وهناك طيبات أما بالترغيب أنا ما عندنا ترغيب ما عندنا الترغيب من المسائل المهمة أننا نعلم أن المسعى للخفين من المسائل المتواترة يعني جاءت عن سبعين صحابية جاء في المسعى للخفين أربعون حديثا أربعون حديثا وجاء عن سبعين صحابية يقول حسن بصر رحمه الله حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحى على خفين الشيخ said that we should know also that this is a matter which is from those matters which are متواترة meaning there has come from many many chains there's 40 حديث regarding this matter of wiping over the socks and they're reported from 70 of the صحابة as in خصر البطي رحمه الله he said 70 of the صحابة has married to me that they wiped on the socks قال ابن المبارك ليس بين الصحابة خلاب في جواز المسعى عن خفين وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَائِشَ وَعَلِي عَبَّاسِ وَعَلِي عَبَّاسِ وَعَلِي عَنْهُمْ that they rejected this matter then this is a lie it is not established بَلْ إِنَّ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا لَمَّا سُئِلَتْ عَنِ الْمَسْعَى الْغُفَّيْهِ قَالَ سَدُقَ قَالَتْ لَهُمْ اِذْهَبُوا وَاسْأَلُوا عَلِيهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِحَدِيْهِ الْمَسْعِ مِنَّهُ بَلْ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِحَدِيْهِ الْمَسْعِ مِنَّهُ Brother when I was asked about this matter she said go to and ask Ali because he is more knowledgeable of this matter than I am أيضا لا يجوز أن توصب هذه المسألة وهي المسعى الخفين من القشور بعض الناس قد يقول لك أنت تتكلم في القشور ويصفون الدين بأن في القشور هذا لا يجوز الدين فيه مهم وأهم أما كله لب كله لب وهذا دين إن الدين عند الله الإسلام والله عز وجل رضيه وأحبه فلا يجوز لأحد أن يستهين لشيء سواء كان قليلا أو كثيرا في دين الله عز وجل ولا شك أن الدين فيه فيه أهم ومهم مثل كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل فيه أعظم وعظيم أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة أين الصغار؟ ما أرى الصغار؟ ما أرى الصغار؟ ما أرى الصغار؟ من خلف؟ طيب أنا أسألكم الآن سورة تبت يدها أبي لها بن وتب ما اسمها؟ وين الصغار؟ ها أنت؟ تعرف؟ أين الصغار؟ أنت؟ أنت صغيرة؟ إن شاء الله أطبالك طيب وين محمد؟ وين محمد؟ عموما سورة تبت يدها أبي لابي وتب ما اسمها؟ ها؟ تعرفون ما هي سورة؟ ما اسمها؟ سورة المسد طيب هل سورة المسد مثل سورة الإخلاص؟ كلها كلام الله عز وجل فإذن كلام الله عز وجل فيه عظيم وأعظم والدين فيه مهم وأهم ولا يجوز أن يطلق على الدين أنه قشور ولب ولب وهذا من كلام الحركيين فزبيين لماذا؟ لأن عندهم اللب السياسة والقشور التوحيد هي هذا البلد معا وأخيرات منهم لنحيون يطلق على الأمر بأن هذا الأمر من السبب من السبب وسلط وليس ما عليم وليس ما عليم ما عليم لكن أنه شيء من فلم لذا ليست ما عليم كله ولكن كله ولكن أخر ولكن أخر وسلط إنه كذلك الإجابة وعني إسرائي هناك سورة وو غير سورة وما هناك سورة سورة الفاتحة سورة التباتيادة كما إذا المسألت السورة الإخلاس المصطقة في أجل النابلغ. لا. المصطقة مهمة مهمة كما قديرت. لكن المتهمة هي أنهم مهمة. لا يمكن أن يقول أن شيء مهم من القرآن. وعلى سبيل المتهمة. لا يمكن أن يقول أن هذا المهم هو المهمة. وعندما لم يهم المهمة المهمة أنهم مهمة. ومعناه رائعاً ونستخدمنا. لا يمكن أن يسأل ونستغلقها. هنا سؤال أجبنا عنه ولكن أحب أن أقرأ كلام ابن القيم وهو أيهما أفضل الغسل أم المسح يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانت في الخف مسح عليهما وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه لم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا يعني ابن تيمي رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يستطيع بعضيه أو أحدثيه إذا كاننت م ASS سأخبره 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 PLوكي سأخبره للتغذي رحمه ولم تأخبره لنفسك سأخبره سأخبره would wash. He wouldn't just wear this on to white. I mean whatever condition he was upon, he would persist upon that condition without trying to favor one or the other. فقالوا إذن هذا ينسف آية الماعدة تنسف أحاديث المسح وهذا غير صحيح لأن المسح ثابت كما في غزوة تبوك وغزوة تبوك سنة تسع وهذا مهم جدا أن نعلم التاريخ لما قال بعض السلف لما استعانوا علينا بالكذب استعاننا عليه بالتاريخ قال نعم فغزوة تبوك في متى كانت في السنة التاسعة وآية الماعدة في سنة تسع في سنة ست في غزوة المرزيع في غزوة المرزيع فبينهما ثلاث سنوات يعني أحاديث المسح كانت بعد ثلاث سنوات من نزول آية الماعدة هذا أولا ثانيا مما يدن على ابو الله عن هذا القول أن جرير بن عبد الله البجلي اليماني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسى على خفه وجرير بن عبد الله كما قال النخعي رحمه الله النخعي تلميذ من المسعود قال كان كان السلف يعجبهم هذا الحديث حديث من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كان فكان يعجبهم هذا الحديث لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة وقد أسلم سنة ماذا سنة عشر سنة عشر بل إن ابن عبد البرب قال رحمه الله في اسلام جرير قال أسلم في السنة التي توفي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه جاء عن جرير نفسه أنه قال أسلمت قبل وفاة رسول الله بأربعين ليلى بأربعين ليلى بأربعين ليلى إذن الحاصل عموما سواء سنة أو أربعين ليلى أو أي كان من آخر الصحابة إسلاما جرير بن عبد الله البجلي فإذن هذا الحديث حديث جرير يدلنا على أنه من آخر الأحاديث وأنه حديث جاء بعد المائدة بسنوات فهذا يدل على غطلان قول من قال بأن هذه منسوخة وأن الحكم منسوخة وأنه يعني نسخة بآية المائدة هذا قول لا يصح لهذه الأجوبة ولغيبها بقل and some of those people who are oppositional they say that this ruling of the wiping over the socks has been aggravated by Surat ul Ma'il and Surat ul Ma'il says, what Allah subhanahu wa ta'ala says when you believe when you stand to pray then wash your faces in your hands and wipe your heads and wash your feet and so they said this was abrogating the permission to wipe which was before but the problem with their opinion is that the history goes against it so the history in fact shows that the wiping was done in the battle of the book because it was in the which year the ninth year and so the ma'idah was revealed in the sixth year so rather though the hadith of the wiping came three years after the the ayah of the washing and furthermore there is the hadith of Jaleed Abdullah he said I saw the Prophet that he had urinated and then he made wudu and in the process he wiped and this is important hadith that Imam Al-Nakhai said that the Salaf they used to be amazed by this hadith because it shows which is later because when did Jaleed Abdullah become Muslim in the tenth year after the hijrah in fact it says that he said he died the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam died just 40 nights after I came into Islam he is the standard is very very late and so after his Islam he saw this event the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wiped and no doubt that this year 10th of the hijrah is way far after so this shows that the wiping is the last of the revelation نبدأ بشروط المسح على الخفين أولا ألا يكون محرما ألا يكون الخف أو الجورب محرم والمحرم أي ألا يكون من الحرير أو من جلدي غير المأكول اللحم على أرجع أقوال علماء لا يكون من الحرير والحرير المقصود الخالص أما الحرير الصناعي هذا ليس بحرير حرير المحرم هو الحرير الخالص الطبيعي أما ما يسمونه بحرير صناعي هذا ليس هذا مثل عندما يقولون الذهب الذهب الأبيض الذهب الأبيض ليس هو الذهب المحرم وإنما الذهب الأصفر هو المحرم فلا بد أن لا يكون مسروك أو مغصوب فمثل هذا لا يجهز المسح عليه وكذلك ألا يكون من جلدي من جلدي غير المأكول اللحم مثل يعني جلد النمارة مثلا أو يعني أو التمساح أو غير ذلك هذه كلها محرمة لأن هذه لو ذكيت فإنها ميتة أما الميتة التي يجوز يجوز أن يجوز أكلها لو لم تكن ميتة فإن هذه يعني جائز إذا دبغت بشوط أنها تكون دبغت يعني الإهاب الجلد جلد الميتة التي هي مما يؤكل مثل الشات وكذلك الإبل والذقر وغيرها من المباحة فإنها وإن كانت ميتة ولكن دبغت فإنها تحل نعم هذا الشوط الأول When people suppose it's something's wrong Now we'll come to the conditionsρο which allow the wiping over the saw. The first condition is the saw should be from the leather I'm sorry. It should be from theыв that is not haram Meaning, what could be haram, it could be from silk. Meaning the pure original silk that is haram for the for the men to wear هناك مغلقات التساطية لديه عشق الشخص سوداء ولكن شخصيات إذن لديه عشق الشخص لديه عشق الشخص والأسفل مكتوب أيضا مكتوب سوداء من أحد الله الم لفضل لم coś يلسون إذا كان يسنlaubت بصوته أيضًا بتعرض وليس وممتون أشكرون إذن لديه ميت لذاً حتى نجد عدد جهد و نجد عدد و نحن نجد عدم جقل من الشجرة فهذا لا يمكننا أن نشيد عنه لأن هذا الميت غير محرم لها ولا يجوز استخدامها أصلاً الآن الأن لو ثبت أن هذه الشمطة وهذه الشمطة للمرأة مثلاً وهي معمولة من جل تمساح أو مثلا أكرمكم الله جزمة هذا محرم لا يجوز لأن هذا أرجح أقوى العلم أن الذي حرم علينا يعني أكله فجلده محرم ولم يستثن من ذلك إلا الميتة التي في أصلها مضاح الذي قال للمساسم هل لم تفعتم بإيهابها هل لم تفعتم يعني بجلدها فقال يا رسول الله إنها ميتة فأرشده قال إنما حرم لحمها إنما حرم لحمها أي هذه الميتة التي في أصلها لو كانت يعني لو ذكيت لأبيح أكلها فإذن لا يجوز استخدام الجلد الذي يكون من غير الأنعام التي أبيح لنا أكلها ما يعني؟ ما يعني؟ تنميز 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 إذن هذا إختباري أولاً النظام الذين كانت مستفرين أولئياً إذا كانت أطلقين بعد موته إذن إذا كانت أطلقين وقد تتعملين نستطيع تستخدام المبات يعني لأشياء، الجزة، أو الناس حسناً هذه هي الحالة أيضًا لا يستطيع المبات أصبحت مستفرقة لن تستطيع المبات الشقيقي التالي ألا يكون عليه نجاسة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بن علي ومهما نجاسة فأمره جبريل أن ينزعهما نعم وعليه السلام And the second condition is that the sock should not be have upon it impurity As in the hadith Prophet صلى الله عليه وسلم was told by جبريل عليه السلام To take off his sandals because he had upon them impurity الشرق الثالث أن يكون ساتراً لمحل الفرد فإذا كان أسفل من الكعب فهذا لا يجوز المسح عليه لا بد أن يكون من أطراف الأصابع الرجل إلى فوق الكعب إلى فوق الكعب بداية الساق هذا لا بد أن يكون ساتراً لهذا المحل فما كان دون ذلك فلا يجوز المسح لماذا؟ لأنه لم يستر الفرد The third condition is that the sock has to be covering the obligatory part of the foot meaning that which has to be washed which is from the tip of the toes to above the ankles so that is what must be washed in the wudu so that likewise is the sock must be covering that area to be wiped upon وأما الخروق اليسيرة فإنها معفون عنها الخروق اليسيرة لأن هذا لا يسلم منه أحد ولذلك قال الثوري رحمه الله وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مخرقة ومشطقة ومرقعة والمشاقة تجرب التسير فإذا كان هناك خروق في الجورب فإنه لا يخرجه من حكم الجورب كما يقول الشيخ الاسلام تيمية فإذا لم يطلق عليه جورب خرج من اسمه جورب وكان هنا سمع الشيخ الاسلام من حكم الجورب وهناك من العلماء من اشترط أن لا يكون شفافا لأنه في حكم المكشوف ومن من قال بذلك الشيخ بنباز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء لأنه في حكم المكشوف فلا بد أن يكون صفيقا يعني فيه لا يكون رقيقا لأنه يصف أو حتى إنه ترى القدم فيه واضحة بل لابد أن يكون يعني ثخينا صفيقا ليومسح عليه هناك من قال أنه يجوز ولكن الأحوط أن لا يكون شفافا And there are some scholars who say that a condition that it should not be too see-through it should not be a see-through sock because then it would you know be basically showing everything so it would not be considered something valid to write upon. This is the opinion of الشيخ بن باز رحمه رحمه الله but although other scholars have different opinion but to be safer then this is a condition that should be paid attention to. الشرط الرابع أن يلبس على طهارة كاملة تامة لحديث المغيرة من شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فإذا لا بد من أن تلبس جميعا بعد طهارة كاملة لا يرسل قدمه اليمنى ثم يدخل الشراط أو الجورط أو الخف ثم يغسل اليسراء ثم يدخل لا لا بد أن يغسل القدمين ثم يدخل لا بد أن تكون طهارة كاملة لأنه لو أدخل رجلا واحدة لأدخلها على غير طهار لأنها ما يكون متطهرا إلا إذا انتهت الطهار وهو ما زال ما انتهت طهارته فلا بد أولا أن يغسل القدمين ثم بعد ذلك يبدأ بلبس الخفين ومن سيطر ستحق ومن سيطر الحديث كنه رضي الله عنه المؤyllة عليه أنه كان قيvida السخل مس على تعلم الشخص هذا CHDITH يحب الvalueف إنه يجب الملكي بزيره التهارب driver يجب عليو تعتبر الواق hack أنه ما يجب علي رأسjiه واتهcoll Middle gauche واته العاز 반�auxات سيكون العزى التهارب حسناً إله قناه الناحد wash both feet and then he can put on both salts and proceed to wipe on and wipe. الشرط الخامس أن يكون المسح في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يالهن للمسافر وتبدأ مدة المسح من أول مسحة وليس من لبسه من أول مسحة هذه تسمى طهارة مسح فعند أول ما يمسح يبدأ المدة تبدأ المدة عند أول مسحة ثم من ابتدأ المسح مقيما ثم سافر من ابتدأ المسح مقيما ثم سافر قبل أن ينتهي المدة فإنه يدخل مدة السفر مع مدة الإقابة فمن أول مسحه يمتد له ثلاثة أيام ولايالهن وإن كان مسح مقيما فإنه يجوز في الاستمرار ما لا يجوز بالابتداء فإنه يستمر ثلاثة أيام ولايالهن يدخل بعض وببعض والعكس إذا كان مسافرا ثم رجع إلى بلد إقامته فإن كان قد مضى على مسحه يوم وليلة في سفره فأول ما يقيم يبطل مسحه يبطل مسحه لأنه رجع إلى الإقامة رجع إلى الإقامة فذهبت الرخصة رخصة السفر وهذا مثله من كان مسافرا مفطرا ثم رجع إلى بيته إلى إقامته فإنه يجب عليه أن يمسك في نهار رمضان ولا يأكل ولا يشرب لحرمة الشهر ولأنه رخصته قد ذهبت وإن كان لا يعد له يوما ولكن حرمة لأن الرخصة قد ذهبت عنه ومثله أيضا من فرضت عليه الصلاة قصرا وهم سافر فإذا رجع إلى بيته ويرجع إلى مكان إقامته يصلي أربعا لا يصلي ركعتين فالرخصة تنتهي لرجوعك إلى مكان إقامته 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 فالإقامته فالرخصة م planet أن يسلم من المبطلات من مبطلات المسح من مبطلات المسح ومبطلات المسح أولها الحدث الأكبر الحدث الأكبر فلو كان عليه جنابة أو مثلا طهرة يعني من حيض أو نفاس أو ولذلك فإن هذا ينقض يعني امرأة مثلا حيضها يوم يعني وليلة وكانت مسافرة ولبسته قبل ثم بعد ذلك أبقته فإنه يجب علي أن تغتسل إذا جاء الغسل فإنه يبطل المسح هذا أول مبطل للمسح الحدث الأكبر الحدث الأكبر فإنه يجب علي أن تغتسل 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 لإنه يجب علي أن تغتسل فإنه يجب علي أن تغتسل فإن الأسف với عميagi perimeter comes and then she becomes pure from the perimeter now she has to take a bath so when she comes time to take a bath she has to take off the sock and wash her foot properly a pure washing أيبا من نواقظ المسح النزع النزع الخفين الجوربين أو الحديثم أو نزوله تحت مكان الخر أو نزوله تحت مكان الفرض فإنه ينتقذ الوضوء بذلك فإذا نزع جوربه فإنه ينتقذ وضوءه وكذلك لو نزع واحده ولو أرجعه فإنه لا عبه لأنه رجعت الآن بحدث وكذلك لو نزل لو نزل من الفرض من مكان الفرضي ولم يستر الفرض فإنه ينقذ وهذا أرجح أقوال أهل العلم نعم وأما من قال بأنه إذا خلع خفه فإنه يغسر قدمين أو أنه يصلي بدون فهذا قول غير صحيح وهذا الراجح لماذا؟ لأنك إذا رجعت إلى الأصل فإنك تذهب عنك الرخصة إذا خرجت ورجعت إلى أصله فإن تذهب الرخصة وهناك من قاس الخف على الشعر فقال لو أنه مسه على شعره ثم ذهب إلى الحلاك فقص شعره هل يكون انتقاه ذؤه؟ هذا قياس مع الفارق لماذا؟ لأن مسح الشعر أصل مسح الشعر هذا أصل والرأس يعني الرأس في الأصح هذا أصل فلا ينبغي أن يقاس الفرع على الأصل وإنما يقاس الأصل بالأصل يقاس الأصل بالأصل أنا أسألكم الآن النافلة تفارق الفريضة في أمور كثيرة فما يأتي شخص يقيس النافلة على الفريضة لأن الفريضة لها أحكامها أحكام خاصة بها فإذا وهذا هو أرجح على أن الأصل يقاس بالأصل والفرع لا يقاس عليه أو لا يقاس يعني الأصل بالفرع وهذا له أمثلة كثيرة جدا وليس هذا مكانه ولكن الصحيح أنه يبطل الوضوء فعليه أن يتوضأ مرة أخرى نعم أيضا من من الأشياء التي تقوموا ويبطل هل يقول عهل العلم there are other scholars that view that its allowed to proceed to your hudu is not violated if the sock comes off but you cannot wipe again and this is an opinion which is a weaker opinion and is based on an analogy on wiping the head and this is an analogy which is with the differentiation meaning without because the head is different than the foot the head you originally have to wipe as opposed to the foot you originally have to wash هنا مسألة وهي انتهاء مدة المسح. هل تنقذ الوضوء او تنقذ المسح. الراجح انها تنقذ المسح. انتهت المدة وهو على طهارة. انتهت المدة وهو على طهارة. هل يجوز له ان يستمر فيصلي؟ نعم يجوز له. لكن لا يجوز له ان يمسح. اذا هي تنقذ المسح ولا تنقذ الطهارة. وعلى هذا اكثر في العلم. لماذا؟ لانه يجوز في الاستمرار ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستمرار ما لا يجوز في الابتداء. شخص يشرب الماء وأذن المؤذن للفجر. يجوز ان يستمر لكن لا يجوز له ان يبتدئ. والعلم يفرقون بين الاستمرار وبين الابتداء. بين الاستمرار والابتداء. نعم. المترجمات يمكن أن تفاجأ يمكنك أن تفاجأ وحنا هنا هنا المسألة وهي لبس أكثر من جوربين وهذه مسألة دقيقة جداً انتبهوا لها لبس أكثر من جوربين إذا كان لابساً لأكثر من جوربين مرة واحدة أو لبس الثاني وما زال على طهار الغسل هذا لا خلافة فيه يمسح على الأعلى لا خلافة فيه إذا مسح الإنسان يعني لبس الأول ثم بعد ساعتين لبس الثاني وما زال على طهار الغسل يعني ما أحدث إلى الآن هذا كأنه لبسهما في وقت واحد هذا لبس لبس به باتفاق أهل العلم أنه يمسح على الأعلى أنه يمسح على الأعلى أنه يمسح على الأعلى أنه يمسح على الأعلى أو أن يمسح على الأعلى يمسح على الأعلى وقبل أن ندخل في المسأة أخرى لو أن شخصاً لبس يعني الخفر ثم ما زال على طهار الغسل ثم نزعه كثير ما نسأل عن هذا نزعه ثم لبسه هذا ما في بأس لأن العبرة بما بعد الإحداث أنه هل أحدث أو لا أما إذا نزعه يعني لو مرات نزعه وما زال على طهار الغصد ثم لبسه مرة أخرى أو غير هذا ما في مشكلة الإشكال هو أنه يحدث بعد لبسه هنا ياتي أما لو نزعه قبل ولبسه أو غيره مثلا لبس ثم رأى أنه ما يصلح فغيره ما زال على طهار الغصد فهذه من باب فقط التنبيع لذلك المعب And related to this matter is a person he washes his feet and then he puts on the socks and then he decides to change his socks and he has not broken his hundu yet from the wash he can do that no problem he can take off his socks put them on as many times as he wants as long as he has not broken his hundu from the time of his wash and he can wipe wipe over those socks after changing them الإشكال هو أنه لو لبس جوابا ثم انتقضوا ذوقا ثم لبس الثاني أرجح أقوى العلماء لا يجوز المسح على الثاني لأنه ما لبسه معه وطهرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغير فإني أدخلتهما طاهرتين ما يجوز أن يلبس ثم يمسح ما الذي يفعل؟ ينزع الجواب الذي فوقه ويمسح على الأول ثم يلبس لأن الممسوح الذي أدخل في القدمين الممسوح الذي أدخل على القدمين وهما طاهرتين هو الأول وليس الثاني وهذه مسائل تعبدية هذه مسائل تعبدية فأنت تنزع الثاني الذي هو فوق وتمسع على الأصل الذي لبسهما طاهرتين ثم لبس بعد ذلك تلبس الذي في الأعلى الذي فوق وتلبسهما على طهارة تلبس الأثنين الذي سيكون الفوق أيضا طاهرتين وإن كانت طهارة مسح فلا بس لأن العبرة الآن بالأول العبرة بالأول وأيضا بداية المسح يكون على الأول وليس الثاني فإذا عندك الحكمين متعلق بالأول بالجواب الأول وليس الثاني ما يمسح على الثاني إذا كنت لبستهما على غير طهارة على غير طهارة ولكن قال علماء لو لبستهما على طهارة مسحي فلا بأس أن تمسح أليم فهمتم التفريق؟ هناك من لبس الثاني على غير طهارة يعني مثلا أحدث وما ذهب يمسح ولبس الثاني هنا لبس الثاني على غير طهارة ولو طهارة مسحي لبسهما على غير طهارة فالأصل ماذا؟ ينزعهما ثم يتوضى ويمسح على الأول ثم يلبسهما على طهارة لأن العبرة دائما أن يكون اللبس على طهارة لحديث فإني أدخلتهما طاهرتين فيلبس ثم بعد ذلك لبس لو انتقض فمسح على الأعلى لبس لأنه يعني أصبحت الطهارة على الهليم نعم انتقض لديه Cory يجب أن يرتدي للنجاف إذا اسمه الله يجب ان تفيد المثال يجب ان يأتونها ويجب انت لاستطة في المثال ثم يجب ان تفيد الرئيس وانت سنطين الرئيس يجب ان تفيد خذه على التطور فهو عوام بتفيد ولكنه يجب ان تفيد رئيساً إذنًا يمكن ان تفيد الجهد لتفيد الرئيسي لكن إنه من تفيد المثال رئيس مبلغ بالسرحة يجوز أن يصلي بنعليه لابس يمسح على جوربه أو خفه ويلبس النعل فيصلي بالنعل لأن الأصل هو الجورب لكن لو مسح على نعله وجوربه معا يعني لبس النعل ومسح على النعل والجورب خاصة إذا كان النعل أسفل من الكعب وكان الجورب هو الأعلى من الكعب فإنهم يمسحون على النعل والجورب فإذا انفك أحدهما بطلهم إذا انفك أحدهما لو نزع نعله لا يجوز أن يصلي بجوربه لماذا؟ لأن المسح على الاثنين كان أما لو مسح على نعله لوحده ثم نزع النعل فإنه يبطل الوضوح أيضا فإذا الممسوح هذه قاعدة الممسوح إذا نزع بطل الوضوح الممسوح إذا نزع بطل الوضوح نعم مساعدة هذا المزيد التفصيل 4 أوبدا الغيابة إذا السبع في السابت الحاجة Works ولك المتعدات ولم يغط جو ocurضة إنه من المتعدات انقرار إلى الألعاب في الأسواق إليه في هذه المبلغ الإخلاق ولكنه انقرار إلى الألعاب إذا فإن ، إذا فإن هم يمكنه أريد عمله الأسواق والأسواق إنه يمكنّ Label إذن ذلك لأنه خارنه ثم هنا أولوح واح演 إلى أنقر محياته وإن الله مقارن يمكنك إذا فإن تسأل إذا انقرأت فإنquerه فيدي ومع أنقرأ هنا مسألة وهي لو لبس جور بيت أو خفين ثم مسع على الأعلى تدعى المس على الأعلى فلو نزع الأعلى هل يمسع على الأدنى أرجح أقوال العلماء أن وضؤه باطن لأن نزع الممسوح يبطل العلماء ولو كان هناك جوربان يعني لو عنده جورب فوق وجورب تحت وهو ابتدع المسح بالذي فوق هذا عكس مسألتنا الأولى مسح على الفوق ثم نزعه رأى مثلا حرح ويعني أصبحت رجله ساخنة فأبعد الأعلى فهل يجوز أن يمسع على الأسهل على الأدنى أرجح أقوال علماء عليه أكثر أهل العلم أنه ينتقض وضؤه بنقض الممسوح وعلى هذا الشباز رحمه وتعالى وأكثر مشايخنا فإذا لبس جوربين ومسها على الأعلى ثم نزعه بطل المسح نعم فمن يعني نزع الفوقاني عليه أن ينزع التحتاني لابد أن ينزع الذي بالأسفل ثم يتوبر ثم يلبس بعد ذلك على لبسي يعني على طهاب تغسل نعم هناك ثم يأحدث نعم كن negativity عينا فتلا بس المسحة لكن هذه المحلفي حدث إنه يمسي الأسفل هكي يمسيذanych وليس عزي لكي تفين هكي هكي أخي اخي أعجب до الب注 باعتكي ثم الانتحدث يمسي مشاهدة أنتظر 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 أنه سويته حد؛ من الوقت أنه يتحقًا على جهده المسؤل هو أن أعتدمي يا أخوة لأننا حتى نمهي فلا نأخذ بعد عشاء نأخذ يعني ببن الله قصد من الوقت وننتي بذن الله كيفية المسح على الخطين؟ كيفية المسح على الخطين؟ أنا أسأل أسأل الصغار كيف تمسح على الجورة؟ تمسح بقدمك؟ بيدك؟ أو بيد واحدة؟ بماذا تمسح أنت؟ أنت ماذا تمسح؟ كيف تمسح؟ يعني اليمنى لليمين واليسار هذا الصحيح هذا الصحيح أنك تمسح كيفية المسح اليمين لليمين والشمال للشمال ولكن هذا يعود ليش؟ يعود إلى قدرة الشخص قد لا يكون يستطيع فيجوز أن يمسح الثنتين بيد واحدة إما باليمين وإما باليسار فلا بأس فلا بأس بذلك المسح هو الإمرار المسح هو الإمرار ولغة الإمرار ولكن شرعاً إمرار اليد المبلولة بالماء على الخفين أو الجوربين من أصابع الرجل إلى بداية السامة وجاء أنه شيء من البلل اليسير هذا كله للمحافظة أولاً التيسير والتسهيل وأيضاً عدم إطلاف المال كيف عدم إطلاف المال؟ كيف عدم إطلاف المال؟ من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده ومنوع أحد يجيب بدونه عدم إطلاف المال؟ لا تغسر حتى لا تتلف مالك نعم لأنه لو غسل بالماء لأتلف المال وهذا من المسائل التي جاء الإسلام للمحافظة على مالك أيضاً على ثيابك أيضاً أنه تمسح بأطراف الأصابع بأطراف الأصابع بأطراف الأصابع خطيه خطيه طيب نعم بعد السؤال باليجليزي بالأخوة نعم نعم طيب 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 كامل إضافة بعض المط wijخيل البحث من الوصول على الوصول مع المنزل سيقوم بمسوق العربي صحيح بمسوق العربي صحيح ان هذه الرجال يتكلم في بريد من الوصول على المدينة هذا هو مدينة لن يتكلم الفيديو ولذلك العربي بمسوق هذه هي اهتمام العربي جدًا على الوصول على العربي بمسوق العربي برد معايا من البقاء من البقاء من البقائط منفق إلى البداية قبل البقاء. وهذا هو السحيون مع البقائط من البقائط من البقاء. لماذا يستخدم بعض البقاء منتخفضاء سواكتك؟ لأنها تسرعة عدوات ومن يقتربك، وديك العقل. هذا لا يزال و تقرأ. هل يجوز أن نمسح أسفل الخفر؟ لا، لا يجوز لديه. من يحفظ كلام علي رضي الله عنه تحفظ أنت تحفظ قول علي رضي الله عنه لو كان الدينه تذكر شيء طيب لا حد يجيب يا أخوة من تضر لو كان الدينه بالرأي لكان مسه أسفل الخفر أولى من مسه أعلى هذه قاعدة اجعلها نصف عينيك الدين موضوع رأي الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وكلمة علي رضي الله عنه هذه قاعدة ومنهج لأمام نصوص الشريعة أن الدين قال الله قال رسوله الرأي يأتي خلف الدين وليس أمام الدين وليس أمام الدين ولذلك قالوا أن نوع عليه السلام قال لولده لا عاصمة اليوم من أمر الله هذا نص والرأي هو ولده ماذا قال قال سآوي إلى الجبل يعصمه من المر هذا رأي لكن بعد ذلك ماذا حدث غرق الولد لأنه قدم رأي على النص وهذا ذكرها شيخ السلام تيمية هذه قصة نوع عليه السلام مع ولده قال وكل من قدم الرأي على الدين فإنه يغرق كل من يقدم الرأي على الدين فإنه يغرق مثل ولد نوع عندما غرق آه شخص 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 من يعلم الحديث أو الحديث أو الحديث من علي الله عنه عن المرسل هو أنه قال في أحد يعرف في أحد بالإجليز يعرف ويوجد أي من المرسلين تعرف عن المرسل عن المرسل عن المرسل فإنه يغرق شخص شخص في أحد يعرف بالإجليزي تعرفه؟ بالإجليزي ما هو؟ فعله بالإجليزي So Ali said that if the religion was based on opinion Or opinion I think Then the wiping of the socks would be done to the bottom Instead of the top So the correct answer He said if the religion was based upon opinion Then wiping over the bottom of the sock Would be more appropriate than wiping the top of the sock we take all the texts and we leave our opinion behind.. we don't put our opinions ahead of the texts نُوح потому ave سيدنا to his son there is no safety this day from the word of Allah meaning there is no way you have to come on the ship this is the text but what he reprie, he said i will seek refuge with the mountain and i will be saved from the water This was his opinion. So Guru Tameer, he said this is the show that the one who follows his opinion, he will be destroyed. And the one who follows the text, he will be saved. The question is how many times do you wipe yours off? How many times do you wipe yours off? One more time? Two more times? And the last one? You can't be able to get it. 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 How many times do you get it? How many times do you get it? One more time. Yes, one more time. Some people say they are going to get it. This is a joke. This is not a joke. The following week. The following week. The following week. Thank you and I have a minister. حلص تتأكد تمسح واحدة تنتهي تبتعد عن الشرك الشيطان يحب أن يوسوس لك لا أمسح مرة زيد مرة ثانية زيادة الخير الخير لا هذه شرم هذا ابتداع في دين الله هذا احذره يحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذبنا نعم So the answer to the question is you only wipe one time some people will say I wanna just make sure I got it so you wipe the second time no there's no making sure there's no this is from doubts in the religion and whispering and there's no doubts you're not allowed to worship Allah on doubts who matters one time that's it therefore in the hadith Ammar ibn Yasir said whoever fasts the day of doubt then he has disobeyed Al Qasim meaning the Prophet what is the day of doubt? the day before Ramadan a person says it might be Ramadan I just wanna make sure I just wanna make sure I'm gonna fast because doing more good is better right? no it's not better rather this is evil because you have disobeyed and Allah subhanahu wa ta'ala said let them beware those who go against his order that lest they be afflicted with the spirit torment or a fitna meaning that if they disobeyed you have to follow you cannot follow down now where this was completed the talk about wiping الآن سوف نتحدث عن المسكة و الضفافة مع المسكة و الضفافة مع المسكة و الضفافة و هذا سيكون سمع جددًا إن شاء الله العمامة والخمار العمامة رجل والخمار أيضا يطلق على العمامة ويطلق على كل ما خامر الرأس يعني غطاه يطلق على العمامة ويطلق أيضا للمرأة الأصل في المسعى للعمامة والخمار أن يكون هناك مشقة في نزعهما أن يكون هناك مشقة في نزعهما مثلا هذه العمامة التي عليها هذه ليست لا تمسح أيضا التي هي مثل الطاقية تنزع ثم توضع هذه لا تمسح وإنما الذي تكون قال علماء مثلا محنكة من تحت الحنة أو تكون يعني صعبة أن قد بعضهم يعني يلفها على كامل رأسه وأذنيه فتجد يعني صعوبة أو يعني صعوبة في نزعها صعوبة في نزعها فهذه الذي يمسح عليها وذوق الراجع أن يكون فيها مشقة لنزعها أما ما كان فيه سهولة فالأصل هو عدم المسع على العمامة ولا على الخمار إذا لم يكون هناك مشقة نعم فLEأسة فقم المساعدة فقم المساعدة فقم المساعدة والسيطرowanie فقم المساعدة وإذا لم يدعوه على رأيك لذلك لتأكيد هو ف завيئة وهو الأمر في يمكنك فهو الهجة الخطبي فهو الأمر يمكنك عيقه عزيزة وهو الأمر فيه فوهو الأمر ويشترق فيه ما يبسوه ما على طهار وكثر العلماء على أن التوقيت فيه ما كالتوقيت في الخف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن حمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسع على عمامته وخفته والحديث البخائي وحديث بلال مسح على الخفين والخمار يعني العمامة وهذا بمسلم نعم نعم الراس هو الأصل وهذه الهيئة الأولى الهيئة الثانية المس على العمامة وحدها على العمامة وحدها يعني يكون المس على العمامة وحدها وهذا ثبت أيضا والثالث المس على الناصية والعمامة المس على الناصية والعمامة كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسع العمامة وحدها ومسع على الناصية والعمامة فعن المغيرة أنه قال مسع صلى الله عليه وسلم على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته وقال ابن القيم رحمه الله وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة فكل هذا يعني جائز وهذا ما يتعلق بالعمامة والخمار انتهينا منهم وبقي الجبيرة وأيضا الكلام فيها مختصر معنا how are the different ways to wipe over one's head first of course you wipe over your head there that's the origin secondly if you're wearing an amalah in turban then you can wipe only over the turban or you can wipe over your forelock beginning of your head and being as bare and the rest of the white cloth over the turban and this is reported from مغيرة رضي الله رب صلى الله عليه وسلم wiped over his beginning of his head and his imamah so that's one way it's also reported that he wiped over just the imamah or just the top of the head and the imamah or just the head if he was not wearing the imamah so these are all ways to do it and the white have to be on the imamah and the white have to be on the imamah just like you wipe the head it's not like when you come to wipe the feet it's just with you just wipe briefly no you have to take both hands wipe as you know the imamah just like you wipe the head وكذلك المرأة التي في شعرها الحناء مرأة في شعرها الحناء لبدت شعرها بالحناء فإنها يجوز له أن تضع شيئا عليه ثم تمسح تمسح على رأسها تمسح على هذا الشيء الذي وضعته عليها فهذا لا بحس به كما أفت بذلك العلم وذلك لأن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير نعم الجبيرة هي أعواد ونحوها وليلتأم ليلتأم هذا الكسر وينجبر فيضعون إما جبسا أو إما أعوادا ثم يلخ هذه الأعواد هذه تسمى الجبيرة ولبض الجبيرة أخذ من الجبر والجبر هو يعني إصلاح الكسر الجبر هو إصلاح الكسر نعم ويكون المسح على الجبيرة كلها إذا كانت يعني مغطية للفر فإنها تمسح كلها تمسح كل يعني كل الجبيرة ولا يكتفى ب يعني مسح بعضها بل يوضع البلن على اليد على كف فيمسح يعني الجبيرة كلها إذا كانت مغطية الفر فإذا كانت أز يعني زائدة الفرد فإن الذي يمسح هو الفرد فقط يعني مثلا اليد إلى يعني إلى المرافق إلى مرفقين فما فوق المرفق فإنه لا يمسح وإنما الذي يمسح من المرفق إلى إلى الأصابر نعم المفق تلك كل شخص تشعر على جهاز هو نفس الوحى والمعجز حضار تشعر على جهاز هو نفس الوحى وكذلك اللسوق واللفائث التي توبى علي الغروح فحكم الجبيرة فإنها تمسح مثلا شخص عنده لسق في يده فإنه يمسح فوى اللسقة ولا يتوق مكان اللسقة يعني انه لا يمسح عليها بل يمسح عليها يغسل باقي العبو ويمسح على هذه اللسطة أو هذه اللفاقة ما الدليل على المس على الجبيرة فاتقوا الله مستطاع يعني أبلغ ما تستطيعوا وأنها من الضرورات والضرورات بالمحضورات طيب أختموا بالمس على أو قل الجرح الذي لا تستطيع أن تغسله ولا أن تمسح عليه جرح قالوا لك لا طباء لابد أن يكون مكشوفاً ولا تستطيع أن تضع عليه ما ولا تستطيع أن تضع عليه لفافاً أو غير ذلك ما تستطيع لو تستطيع فنبس أن تلفه ثم تمسحه ولكن لا يستطيع لا بد أن يكون مكشوفاً ولا بد أن لا يمسه المكان فمثل هذا يتوضع وضوءاً كاملاً إلا هذا المكان أو يغتسر غسلاً كاملاً إلا هذا المكان فإنه يتيمم له فهذه المسألة هي التي يجمع فيها بين التيمم والماء يجمع بها بين التيمم والماء ثمانا لو connotم بسؤل والماء الأخخذاة لدينا إنظہ أن تجουν معلوم الضّؤال أن يكونها أغسر ب sodفاني أعلم suggests tear لا ي Sunshine whether التي تجريبها آخر recipient covers كما الآن فهيم مكشوف هؤلاء الض dijاب كي لا تعanyمًا Или تستطيع Yeah تستطيع معلوم الضوار في pierد cachide chỉ اه acum يستطيع Een keen بخسرة وصيات تستطيع neues لذلك في هذا الوقت يتبعه بين الاشتراك أو الاشتراك ايضا ما يجب أن يفعله ثم يفعله تيممم لكي يفعله تيممم لكي لا يفعله تيممم طيب أنا سأل من يعلم من الشباب كيفية التيممم متز أبداء تعلم كيفية تيممم تعلم كيفية تيممم تضرب ثم تضرب ثم تضرب ثم تضرب نعم يعني الوجه واليدين يجوز تقديم هذا على هذا وهذا على هذا كله جائز يجوز أن يمسع وجهه أولا ثم يدين ويجوز اليدين ثم الوجه كله جائز وثبت هذا أو هذا فلا يلزم الترتيب هذا سؤال وجه سؤال آخر نعم 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 ماذا تيممم ما هو تيممم للحدث الأكبر بعضة مفترة، لا يمكننا مرحلون منذ وقالنا يمكننا تصدير الطبيقات بشكل جيد وقالنا في صفحة الوضو طبقنا بشكل عضو لعلنا ننتهي وننهي هذه المحاضرة ونسأل الله عز وجل أن يحقظنا وياكم بأهلنا وأموالنا وذرياتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما أعلمنا وأن يجعل ما أعلمنا حجة لنا لا علينا ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولموتانا وموتاكم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا في هذا المكان تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحورا إنه لذلك القادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك وعلى عبد الرسول محمد